يوم الثلاثاء الماضي احتفلنا بالذكرى 101 على ميلاد جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر الإنسان القائد البطل المناضل الذي عاش طيلة حياته يعطي ويقدم ويضحي ويواجه كل أعداء هذا الوطن عندما نذهب إلى ضريح جمال عبد الناصر نتذكر هذه اللحظات التاريخية الهامة نعم إنه لا يغيب هو حاضر دائما رغم الغياب هو موجود دائما في كل المناسبات وفي كل الأزمات يتذكره الجميع يتذكره الفقراء ويتذكره أبناء الطبق المتوسطة ويتذكره الوطنيون الشرفاء تتذكره مصر ويتذكره العالم العربي ويتذكره كل شرفاء العالم إن مسيرة جمال عبد الناصر مسيرة تعد نبراسا لكل الشعوب الباحثة عن طريق التحرر الاجتماعي والاقتصادي والسياسي عبد الناصر كان نموذجا يحتزى ولا يزال وأظن أن حديث الرئيس عبد التحسيسي أكثر من مرة عن هذا القائد ودوره التاريخي لم يرد فقط الاعتبار إلى جمال عبد الناصر ولكن رد الاعتبار إلى مشروعه الوطني الذي ظل عبد الناصر يناظر من أجله حتى اللحظة الأخيرة إن عظمة عبد الناصر تتجلى بعد 67 الذين يقولون إن عبد الناصر قد مات بعد 67 لا يقرؤون التاريخ جيدا ولا يستوعبون الدروس جيدا عبد الناصر الذي وقف وتحمل المسئولية عن إيمان وعن عقيدة وخرج الشعب المصري ليطالبه بالبقاء والاستمرار هو ذاته الذي ربط الليلة بالنهار وعاد بناء قوتنا المسلحة وعاد ترشيد المجتمع ودفع البلاد نحو تعبئة شاملة للتحرير وللبناء نجح عبد الناصر بعد 67 في أن يعيد بناء مصر من جديد وأن يعيد بناء جيشه بمعداته من جديد وأن يحقق هذا الجيش العظيم الانتصار الكريم